قصف جديد للاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له على مناطق اقليم الشمال وشرق سوريا وهذه المرة في منطقة شمال حلب التي تؤوي عشرات الاف المهجرين قسرا من عفرين المحتلة مصادر محلية قالت ان قصفا مدفعيا للاحتلال التركي وفصائله الارهابية استادف قرية تمنغ بريف حلب في احدث هجوم يستادف الريف الشمالي للمنطقة وعادة ما تتسبب الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا بخسائر بشرية بصفوف المدنيين والعسكريين اضافة لاضرار مادية في الممتلكات ومرافق البنية التحتية الحيوية وجاء هجوم شمال حلب بعد ساعات على اصابة مدني اترى استهدافه بالرصاص من قبل جنود الاحتلال التركي اثناء عمله بالزراعة في ارضه بقرية عون الدادات بريف منبيج شمالية سوريا وتعرضت مناطق منبيج وشمال حلب ومناطق متفرقة من اقليم شمال وشرق سوريا مؤخرا لهجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات المسيرة ما اسفر عن وقوع خسائر بشرية واحتراق مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية وتزامرت الضربات التركية مع موسم الحصاد الذي يعد من مصادر الدخل الرئيسي للكثير من العائلات في شمال وشرق سوريا ما يشير الى نوايا انقرة في ضرب موارد المنطقة سيما وان العديد من منشآت البنية التحتية لا تزال متضررة من ضربات سابقة